نفتح النجاح اللي هو الانضباط لأن الانضباط هو مهم جداً في حياتنا الشخصية وشوف طرق كيفاش تستغل هاد النعم وتطور نفسك وتكون دائماً أفضل كنركزه فقط على النعم اللي ليست موجودة وكنساو النعم الموجودة هلو ايبليون هاو بي دوي ويل وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتنا فيديو اليوم حباه يكون مختلف على الفيديوهات السابقة اللي عملنا مع بعض من شاوبينج من أماكن داخل تركيا إلى آخره اليوم حبيتنا عملوا دردشة اللي نستفدوا من خلالها بعض النسائح تفيدنا أننا نغيروا حياتنا 180 درجة خليكم معايا في الفيديو قبل ما نبدأوا أنا غنتكلم على خمسة ديال النسائح اللي إلا تبعناها بشكل يعني لمدة 60 يوم على الأقل غير متقطعة فتقولي أنه فعلياً غتعطي واحد تأثير كبير على حياتكم سواء تخلي حياتكم الأفضل المنتظم كتعلمك تحكم في ذاتك وتحكم في وقتك وتكون منضبط إنسان منضبط والإنضباط هو سلوك تقدر تعلمه بالممارسة والتكرار فعلاً الفرق ما بين الناس أو الشخصيات اللي شفناها على مدى التاريخ الشخصيات الناجحة والفاشلة فعلاً الفرق بينتهم هو الإنضباط وليس كما يظن البعض أنه الحماس والشغف لأن الحماس والشغف أحياناً بل كثيراً ما يقل عند الجميع يعني مهما كان عندك الحماس والرغبة مرتفعة كتجي واحد الوقت اللي كتقل وكتحس بالإحباط سو من اللي كتكون حادث جدول لنفسك فيه مثلاً كل يوم نسح الساعة مثلاً خمسة أو ساعة ستة نصلي صلاة الفجر بعدها نعمل مثلاً وظائفي أو كذا إلى آخره ففعلياً أنت تكون مثل الآلة ماشي على نظام وجدول معين أما يلاحب بنا نشتغلوا لنفسنا فقط بالحماس والرغبة فأنت النهار اللي غيكون ما عندك لا حماس ولا إنرجي to do anything غتكون عندك الباتري low وما غادش تكون عندك قابلية أنك تفيق وتدير شي حاجة للأسف فهنا كيجي أهمية الانضباط اللي هو أن تتغلب على ذاتك وتحكم بها فهنا تكمن القوة الحقيقية فعلياً أما الدرس الثاني اللي كنت تعلمه من الصلاة هو عندما نصلي بخشوع أنك تنوي إيقاف جميع أفكارك بالعالم المبادي وفقط كتب ذب تدبر وأنك تتمعن في الآيات التي ترددها وأن تكون خاشعاً خادعاً تماماً لله سبحانه وتعالى الخشوع بداته هو يصف الدهن كي يزيد من نشاط العقل ويطرد الأفكار السلبية الأفكار السلبية اللي هي فعلاً محور المشاكل ومحور الأمراض سواء العضوية أو النفسية كنت قرأت في أحد الكتاب من قبل أن الإنسان اللي بدي يفكر بطريقة سلبية هناك مادة كتفرزها المعدة دياله هذه المادة أخذت وحطوها في المختبر باش يجربها على فئران للأسف كانت النتيجة الموت فأنت تخيل معايا وأنت كتفكر بطريقة سلبية وبطريقة محبطة المعدة ديالك كتفرزها هذه المادة فمع الوقت هاد الشيء دولي كيسبب الأمراض العضوية وكيسبب الأمراض النفسية كذلك لهذا الصحة النفسية فعلياً جداً مهمة والكثير مننا كيجهل هذا الأمر هذا أنه كيحاول يعني يعطاني بالصحة الجسدية دياله وكينسى الصحة النفسية وكذلك بالنسبة لكثير من الناس اللي منا كنصليوا مع الأسف وكناتوا وقتنا لصلاة لكن مع الأسف من دون خشوع دائماً كتلقى عقلنا شارد بمشاغل الحياة إلى آخره نحاول ناخدها كقاعدة أنك ماداما كتعطي وقتك من شي حاجة فحاول تعملها على أكمل وجه أنت تصلي تصلي فما الماني أنك تحاول دائماً تضبط أفكارك بشكل يعني أنك تنوي تضبط أفكارك وتحاول فقط تتدبر الآيات طبعاً هي المرة الأولى كتكون صعبة المرة الثانية كذلك كتكون صعبة لكن مع التكرار ومع الممارسة الإنسان كيتعود على هذا الشي ومن بعد كي بدأ يجني تمار الخشوع اللي هي الطمأنينة الراحة النفسية إلى آخره تحدي الثاني هو الكتابة والتخطيط أو كتابة الأهداف والتخطيط للأسف هناك الكتير من الناس اللي عايشين من دون كتابة الأهداف أو من دون أهداف أصلاً يعني عمره أو أبداً لم يفكر أن يضع لنفسه أهداف اللي يمشي عليها اللي يستعملها اللي يمشي على خطاها إلى آخره للأسف هاد الناس اللي يكونوا عايشين مع أمواج الحياة هذا فعلاً أمر جداً خطير أنك تكون عايش بدون أهداف في الحياة لأنه كتجي موجة كتأخذك كتجي موجة كترجعك ففعلياً خطير وكان النوع الثاني اللي هو عنده أهداف وعنده تخطيطات لكن أهداف فقط موجودة في الدهن لم يجرب أنه يكتبها على ورقة أنه يعيش هاد الأهداف ويشوفها يعني مكتوبة قدامه الكتابة فعالياً ليس بالشيء الهيين فعالياً الكتابة عظيمة جداً وبالأخص لما تكتب أهدافك وكأنك تعيشها في الواقع لأن العقل اللوعة دينا لا يفرق ما بين الخيال والواقع لهذا للأسف بعض الناس اللي كتكون عايشة مع أحزان الماضي والمشاعر السلبية العقل دائماً يتحيق له أن هديك المشاعر موجودة في الحاضر تتكون عندنا شخصية الضحية أو دي ما كنحسو أو عقليات الضحية فهذا فعالياً شيء ما كيخليك يخليك تعيش في سجن أفكارك وما كيخليكش تتقدم إلى الأمام ففعالياً من أقوى الأشياء اللي كتساعدنا أننا نحق أهدافنا هي كتابة الأهداف بشكل وكأنك تعيشها وكتحس بنفس السعادة عند حصولك على هذه الأهداف فبالتالي كتحصل على تركيز من العقل اللاوعي نحو الهدف وكيبدأ يشتغل معك إليه كتبدأ تبالك أفكار تبالك فرص إلى آخره وطبعاً يعني خطوة بخطوة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كتوصل الهدف ديالك وكذلك هذا الموضوع بدأت خسنديروا بالنا منه بش ما نستعملوش بطريقة يكون ضدنا لأن مرات كتيرة الإنسان كيتوقع أشياء سلبية أو لا كيتوقع شي حاجة سلبية اللي هي في المستقبل وليس في الواقع وكيعيش نفس الشعور ديال الأحباط ديالها كأنها موجودة على الواقع فهذا الشي فعلياً يعني تفائلوا بالخير تجدوه ففعلياً انت كتطبق العكس ذلك الشيالة جدائماً ناخدوها قاعدة في حياتنا أننا نردو بالنا من الأفكار السلبية إلاجتك أي فكرة في السلبية أو أي توقع سلبي ما تحاولش توسع فيه يعني مباشرة يكون طرد إلا كانت شي حاجة ممكن توسع فيها فهي تكون أفكار إيجابية ونزيوا جايز للنقطة الثالثة وهي الانتباه للناس المحيطة بك وكذلك أن تراقب أفعالك لأن محيطك يؤثر عليك بشكل جداً سلبي إذا كنت موجود في محيط سلبي طبعاً ويؤثر على شخصيتك وبالأخص من اللي كتكون لسه في طور النمو ما عندك المناعة أنك تقاوم تأثيرات الناس عليك لهذا لما تشوف نفسك عندك أصحاب أو جمعة من اللي كتقاد معهم فقط كتكون يعني جلستكم عبارة عن ناميمة عبارة عن أحباط عن أفكار سلبية ابتعد تماماً من دون أي تردد لأنها فقط خسارة للروح وللوقت وللجهد دائماً حاولوا نختاروا يعني أصدقائك تشبهنا مليك نقول كتشبهنا ليس بالضروري أن يكون شبهك ولكن تكون عنده فقط نفس الرغبة يكون فيه تشجيع من طرفين أنكم حابين تكملوا وتحطوا أهدافكم على ورقة وتمشيوا في ما صار النجاح طبعاً فهذا الشي جداً مهم ونقطة جداً مهمة كثير مننا مرات كتلقاك يسمع فقط للأغاني الحزينة الأغاني اللي تكلم على الغدر على الخيانة على الأشياء السلبية فقط وهو بعيد يعني الواقع دياله بعيد كل البعد على هذه الأغاني فشنو كتنتظر من الحياة أنت صانع قوقع على نفسك من الحزن ومن الأفكار السلبية الأفكار السلبية اللي هي ليست موجودة على الواقع أنت فقط كتكون ساجين أفكارك فعلياً الأشياء اللي كتسمع لها كتتفرج فيها الأشياء الناس المحيطة اللي كتختارها في حياتك فعلياً هذا هو أنت لأن هذا هو اختيارك أنت أنت الذي اخترت أن تكون حديناً أن تكون فقط كتتوقع الأشياء السلبية فقط الأخبار اللي ما زويناش إلى آخره لهذا أنا كان أمن بوحد حاجة اللي هي أن السعادة ليست موجودة على قمة جبل وخصصاً تسلق الجبل اللي حصول عليها فعلياً السعادة هي اختيارك سو نجيو الـ 4 اللي هي الحديث مع نفسك كيفاش كتتكلم مع ذاتك أو ذاتك هل كتتكلم بطريقة إيجابية أو طريقة سلبية هناك الكثير من الناس اللي تعودت أنها تتكلم مع نفسها بطريقة سلبية توصف نفسها بأنها مشتكية أنها دائماً لديها حد سيء أن الحياة كتمشي ضدها إلى آخرين يعني من الأشياء السلبية هادشي فعلياً كيخلي الدماغ ديالي كيصدق هادشي وكتبدأ تركز كتحط الفوكس تعك فقط على الأشياء السلبية اللي ممكن تحصل لك في الحياة كتنسى كل ما هو إيجابي على سبيل المثال كان عندي صديقة اللي هي متعودة أنها كتستثمر كتستثمر فلوسها مثلاً الفلوس اللي كتبقى لها في كل شهر كتستثمرها إما تشري بها ذهب أو دولار إلى آخره المهم دائماً كتقول على نفسها أنها كتخسر للأسف أنها سواء اشتري الذهب الذهب كينزل نهارة تشري الدولار الدولار كينزل في يوم من الأيام قررت أنها تستثمر في الأورو وليس في الدولار يعني تركت الدولار والدهب كلنا كنعرفوا أن الأورو دائماً كيكون أعلى من الدولار سوف هذه الفترة اللي هي فعلياً استثمرت فيها في الأورو هي كانت أول مرة من بعد سنوات كتيراً الأورو كينزل تحت الدولار فهي جتك تقول لي أن أنا متأكدة أن الأورو نزل تحت الدولار لأنني أنا استثمرت في ذاك الوقت مع الأسف هي ديماً كتفكر فقط في الأشياء السلبية فكتولي الفوكس ديالها كيولي فقط على الأشياء السلبية علماً أن خلال استثماراتها مرات كنت تخسر مرات كنت تنجح وهي عرفة تماماً أن هذا الموضوع الاستثمار في العمل هو كيكون فقط يعني كيكون خسارة وربح لذلك دائماً كتلقى فيديوهات اللي انتشرت حالياً أنك تقول لنفسك أشياء إيجابية مثل أنا قوية أنا جميلة إلى آخره ولكن أنا بالنسبة لي أنه خير التوكيدات اللي نقدر نديره هي الأذكار هي الاستغفار أذكار الصباح وخصوصاً تقولها يعني تقولها بوعي فقط ما تكونش غيرك تقرأ يعني تكون فيها استشعار بحيث تكون مجدية نجيو لتحبدي نمبر فايف اللي هو أن تكون ممتن كلنا كنقوله الحمد لله كلنا كنشربه الماء كنقوله الحمد لله كنعطسه كنقوله الحمد لله ولكن هل فعلاً كنقولها باستشعار بوعي أو فقط لأننا تعودنا إليها باش نقوله كلمة الحمد أو نقوله الحمد لله ونشكره الله سبحانه وتعالى بكل وعي أو تكون طلعاً من القلب فعلاً كنشوفه النعم اللي هي محيطة بنا بطريقة واعية بإدراك لهذه النعم مشي أننا نكونوا فقط تعودنا إليها بعض المرات للأسف كنجينا واحد الوضعية أننا كنرقز فقط على النعم اللي ليست موجودة وكنساو النعم الموجودة علماً أننا إلا فقط رجعنا شوية أو رجعنا الخط لوراء ففعلياً نعم الله سبحانه وتعالى تعد ولا تحصى الإمتنان فعلياً هو شعور بالنعم الله سبحانه وتعالى شعور بكلمة الشكر أن تشكر الله بكل إدراك ووعي لأن للأسف مع تسارع الأيام يعني العالم المادي اللي كنعيش فيه الإنسان كينسى أنه لولا نعمة كينسى عجزه لولا نعمة الله سبحانه وتعالى وخصوصاً حالياً مع عالم السوشل ميديا وعالم الستوريز فالستوريز اللي كتكون في هالفيلترز اللي مرات ممكن تكون حقيقة مرات ممكن تكون كذب فللأسف الإنسان كيكون كيشوف هذاك شي كيفكر أنه كيبقى يطرح السؤال علاش ماشي أنا في بلاستهم هاتشي ما كيولد إلا الأحباط إلا عدم الرضا وسبحان الله ربي كيقلنا إلا شكرنا وحمدنا من كل قلبنا وكنا مدريكين على مدريكين على النعم الله سبحانه وتعالى فهو كيزيدنا من فضله لأن فعالية المقارنة ليست مجدية أبداً المقارنة كتحدك فقط فضعية عدم الرضا عدم قبول عدم قبول وضعك بكل ما هو فلهذا نحاول أننا ما نتمنوج حياة أي شخص تاني لأنه ما كان اللي كنشوفه في الستوريز هو فقط الأشياء اللي حب هو اللي اختار هو يوريها لك فأنت لا تعرفه أبداً لكواليس لهذا تأكد مية بالمية أن أو تشكر ربي يعني مليون بالمية على حياتك بدل أن تتمنى حياة الآخرين وأنت ما عارفهاش أصلاً كديرة فالوقت اللي تضيعه وأنت كتفكر في الأشياء وكتركز على الأشياء اللي ليست موجودة عندك هذا الوقت هذا تضيعه وأنت تركز على الأشياء أو النعم اللي يعطاها لك الله سبحانه وتعالى من حواس من صحة إلى آخره وشوف طرق كيفاش تستغل هاد النعم وتطور نفسك وتكون دائماً أفضل لراسك ماشي مقارة مع أي شخص آخر ودائماً نديره جلسة أمولية في النعم لله سبحانه وتعالى شوفوا يدينا كيفاش كنقدروا نحركها بكل سهولة كيفاش كنشربوا الماء بكل سهولة هادش هذا فعلياً كيخليك كيخليك تشعر بشعور الامتنان أكتر وكيخليك تشكر وتحمد الله سبحانه وتعالى من كل قلبك الامتنان هو واحد من أبواب الرزق هو باب من أبواب الرزق لأن الله سبحانه وتعالى منك يشوفنا أننا ممتنن للنعم دياله أننا كنستشعر النعم دياله وكنحمدوه من كل قلبنا بإدراك وبوعي فهو كيبارك لك في النعمة ويزيدك من فضله وغير ذلك الشعور بالامتنان هو شعور جميل كحسك بالقناعة وبريد النفس وبتقبل نفسك وكيخليك دائما تطور نفسك للأفضل سو جايز وصلنا لنهاية الفيديو كانت من يكون عجبكم الفيديو يكون جرعة إيجابية بالنسبة لأي شخص حابب يغير نفسه للأفضل وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات مقبلة إلا عندكم أي نصائح تحابين شاركوها معايا خليوا ليها تشوف في الكومنت ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب باي باي